كالعادة كل رمضان الناس بتيجي تقول يعني عايزين ندعي وندعي كتيره بتاعه بس دايماً واحد بيجي جواة تساؤل كده ومعلش يعني لم أخذها وندعي أنا مين أنا عشان ندعي ربنا أصلاً أردتهم منه أنا الشخص العاصي اللي عمال يعمل زنوب طول الوقت المقصر طول الوقت يعني نجيب وش منين ندعي به ربنا وفي ناس تانية بتحس انه يعني ودعي ليه بقى ما أنا أصلاً الحاجات اللي أنا بدعيها ما بتحققش خليني قبل ما نتكلم النهاردة بالتفاصيل عن دعاية أكد تاني أن أنا حضرتك هو أنا نفس الشخص اللي عنده نفس التساؤل ده يعني دائماً بحس أن لما حد من الناس يشاركهم تجربة مشابهة فنحس أن يعني ما هواش شخص بقى مثلاً شيخ أوي أو عنده مشتوى إيماني عالي أوي احنا مش هنعرف يعني تحس كده برضو أن فيه فرق كده بس لما حد يعني ضايع زي وزايع كده يحكي لك تجربة بحس أن هي ساعات ممكن تكون مؤثرة فأنا خلال السنين اللي فاتت داية يعني كنت زي أي شاب رمضاني عد يعني رمضان عد يعني إيه مشكلة يعني مفيش حياة جديدة بتحصل إلا أن ربنا رزقني كده في كام رمضان عشت رمضانات حلوة يعني حسيت فعلاً يعني إيه رمضان حسيت بمعنى رمضان سبحان الله بنيجي في رمضان نقعد ندعي والواحد ما باش مركز بصراحة بس بعد فترة اكتشفت أن كل رمضان عد علي كنت مركز فيه في دعوة بدعيها إلا سبحان الله السنة اللي قبلها رمضان يبقى جاي والدعوة دي متحققة أو الدعوة دي الواحد اكتشف أن هي فعلاً ما كانتش خير واللي هو كان بيطلبه دا كان طلب أي كلام وربنا رحمه بأن الدعوة دي ما استجبتش فمن هنا جاي أشجعكم أن رمضان دا تركز فيه جداً 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 على الدعاء والدعاء عبادة أساسية أصلاً يعني اللي ما يدعيش ربنا دا آثم أصلاً عنده مشكلة يعني هو مش يندعي خير ويما يدعيش لا أصلاً اللي لا يطلب من الله سبحانه وتعالى دا عنده مشكلة لأن ما فيش حاجة في الدنيا أصلاً مفروض يعني تستطيع أن تحققها وده دي العقلية بتاعتك أن أنا مش هعرف أعمل أي حاجة إلا بإذن من الله وطلب من الله سبحانه وتعالى وكان دايما الصالحين يعني يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يعني إيه رايح يشتري جازمة رايح يشتري ملحة رايح يشتري بتاعه أي حاجة في الدنيا عايز يعملها بيدعي ربنا فيها فتعالوا النهاردة أحكي لكم على تجربتي أنا مع الدعاء البسيطة الغلبانة يعني دي ونشوف لو حد ممكن تساعده أنه هو في رمضان دا يدعي أدعية تساعده أو أنه هو يبقى مرتاح أكتر حتى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى أول حاجة فرقت معي قوي في الدعاء هو فكرة اليقين في الإجابة وأن الله سبحانه وتعالى عظيم قوي ورحيم قوي على أنه هو يقيمك فيقول ياخد منك ولا ياخدش منك لو أنت في شركة مثلا المدير دايما يعني إيه ممكن يبقى عنده موظف مفضل فده وقت مثلا لما بنبعيزين نطلب حاجة بنبعثه أو في البيت مثلا لين أخ كده بابا بيحن عليه فلما بنبعيزين حاجة مهمة نبعث الشخص ده لبابا يكلمه لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا بهذا الشكل بل أحيانا أصلا لو جيت بص كده التوبة أصلا إيه هو في التوبة دعاء طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يتوب عليك وأنه يخفر ليك وأول ناس الله سبحانه وتعالى يطمئنهم ويخفر لهم ويتوب عليهم هم العصار اللي جايين راجعين لربنا دول فأنت أول حاجة لازم يكون عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب أيا كان أنت فين أيا كان البعد بتاعك أيا كان الحتة اللي أنت فيها فخلي عندك اليقين ده وإعلم أنت بتتعامل مع مين هتلاقي ناسك بتطلب وإنت مرتاح تاني حاجة أن الدعاء ده عملية سهلة جدا 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 بس للأسف أحيانا يعني إيه ناس يعني يكونوا مستواهم عالي قوي ومتمكنين قوي وشاطرين قوي فحطونا في حتة كده لحنا عارفين نعمل زيهم ولحنا قابلين اللي احنا بنعمله ففي العادي يا جماعة ممكن إنسان يمشي يكلم ربنا طبعا بشيء من الأدب والاحترام يعني مش هتكلم زي ما بتكلم مع واحد ماشي جنبك في الشارع يعني ولكن عادي اتكلم بالعامية اطلب اللي انت عايزه اقول له يا رب انا نفسي في كذا وحسس بكذا ومتأثر بكذا وفرق قوي معايا الموضوع الفلاني ونفس يا رب تكبر بخطري في الموضوع ده وتترزقني لحاجة دي وانا عارف ان انا مقصر وانا دايما بغلط وانا بعد اقول ان انا هتوب ومش هعمل كده تاني وبقع في الزنوب دي تاني بس انت رب عارف ان انا بحبك اتكلم مع ربنا كده ايه المشكلة يا اخي يعني مش احسن ما نتكلمش خالص وسبحان الله نفسيا الاثر بتاع ان انت تتكلم مع الله سبحانه وتعالى لما اتخرج الكلام من جواك ما بقاش مجرد ان هو حاجة بس زهنية جوا عقلك بيفرق جدا اصلا في الطمقنينة والسكينة الناسية بتاعتك وبيخليك في حالة هدوء افضل ثالث حاجة انك ممكن تنوع ما بين الدعاء بتاعك ممكن يبقى فيه دعاء اللي هو بترتجل فيه وبتتكلم مع ربنا كده زي ما انت اللي في قلبك بتطلعه زي ما هو وممكن اقترح عليك برضو طريقة تانية لو انت قاعد في وقت كده قاعد على المصلية بتاعتك بعد الصلاة عايز تدعي خلصت القرآن بتاعك وعايز تدعي وعايز تدعي الله سبحانه وتعالى بطريقة منظمة شوية فيه يعني خطوات صغيرة كده ممكن بيمشي عليها بتكون سهلة اول خطوة فيهم هو ان انت تسني على الله سبحانه وتعالى ان انت يعني تحمل الله سبحانه وتعالى وتتكلم مع الله سبحانه وتعالى وتسأله بصفاته يا رب انت الرزاق القريم انا اعلم يا رب ان انت خزائنك لا تنفز واعلم انك لديك رزق واسة واعلم انك الرحيم الذي يعطي اقعد بقى اتكلم مع الله سبحانه وتعالى يعني بس اللي هو تمهيدا بس كده انت عارف يعني بتذكر الى الله سبحانه وتعالى انك تعلم مقام الله سبحانه وتعالى وتعلم عن الله سبحانه وتعالى اللي مخليك قلبك قادر انه تطلب منه طيب ده الله سبحانه وتعالى لا يحتاج مننا كل ده ولكن احنا اللي محتاجين ده لما بني نقول الكلام ده قلبنا في اللقطة دي بيبتدي يستشعر فعلا مقام الله فتبتدي تحس ان قلبك فعلا بدأ يحس ان ايه اه والله ده انا هطلب بقى بجد فيبتدي فعلا الصدق واليقين جواك يبتدي يزيد تاني حاجة بعد ما تسني على الله سبحانه وتعالى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه بتنزل بيها رحماته فانت يعني ايه استفتاح جميل لكنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده ادعي ربنا بكل اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت عايزه زي ما اتفقنا وبعد ما تخلص احمد الله سبحانه وتعالى طيب ليه عم كريمة احمد الله سبحانه وتعالى احمد الله سبحانه وتعالى أولا انه يعني اختارك ان تكون من المؤمنين الموحدين به احمد الله سبحانه وتعالى انه رزقك اصلا ان انت تدعي الدعاء ده يا جماعة احيانا كده تقعد وتلاقي ناسك دعي الدعاء انت مش عارف وطلع منك ازاي اصلا هو انا جدت الكلام ده منين هو بيكون رزقنا الله سبحانه وتعالى فبعد ما تنتهي من الدعاء احمد الله سبحانه وتعالى انه رزقك هذا الايمان ورزقك هذا الدعاء وبإذن الله يعني ايه تبقى يعني دعوة بقى كده حلوة لما تحطها في الصياق ده كله كده تكون انت نفسيا تأثرت بيها وتكون مقبولة بإذن الله عند الله اخر بقى حاجة خالص وهي دي اصلا بتعمل مشاكل عند الناس هي فكرة ان يا جماعة انتو قلتوا لنا ان احنا ندعي ربنا وربنا هيستجيب والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ادعوني استجب لكم فعني انا بقى بدعي بقى والحاجات اللي انتو بتقولوها ديت وبعمل كل الحركات بتاعتكو دي لمواغز يعني وما بوصلش الحاجة ما بخدش اي حاجة فمهمة اوي دايما بقول ان سبحان الله لو الانسان عندوش علم واضح عن اللي سبحانه وتعالى هيكتئب من التدين نفسه او هيبقى عنده مشاعر سلبية من التدين مش عشان التدين وحش ولكن لان هو توقعاته قصة من الدين غير منضبطة فيجب ان تعلم ان الدعاء اللي الله سبحانه وتعالى يعني وعدنا بالاستجابة لي ده هو مش الاستجابة بالانواع اللي انت تعرفها هو انت فاكر بس ان اطلب الحاجة تحصل ده نوع من انواع الاستجابة ان نكون لدعائك استجابة فورية بس في استجابة اخرى ان الله سبحانه وتعالى يمنع عنك يعني حاجة من الضرر او ابتلاء كان ييجي عليك تالت حاجة ان الله سبحانه وتعالى يؤخر لك هذه الدعوة تأخذ بها سواب وحسنية حد يقولك لأ طب انا عايز بقى الحاجة اللي انا عايزة دي مش عايز الاتنين التانين اولا في حكمة عطائية بتقول ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله فيه يعني اكتر جهل ممكن الانسان يقع فيه هو ان يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعمل حاجة في وقت غير اللي ربنا اراد ان الحاجة دي تطلع فيه وهتلاقي انت دايما طول الوقت كده تبقى عايز حاجة اوي وهتموت عليها اوي تكتشف بعد فترة ان الحاجة دي ما كانتش تخليك او لو كان الحاجة دي حصل كنت تزعل واحد كان عايز يرتبط ببنت اوي بعد كده واحد يقول يا رب مش عايزة هيا دي هيا دي خليها ليا وبش عارفة بتاع بعد فترة اكتشف انه ينهر قبيل دي احنا لو كنا تجاوزنا كان هتبقى ليلة نكد على دماغي وعلى دماغها الانسان يبقى عايز شركة يروح يشتغل فيها وقولوا لو روحت هنا وبعد كده اكتشف انه ايه ده لا ده اصلا وحيانا بقى ما اكتشفش بس الايمان هو اللقطة دي ان يكون عندك اليقين ان انت طلبت من الله سبحانه وتعالى اللي هيحصل ايا كان هو ايه هو ده بقى الخير هو ده الصح هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده ففي حتة كده تهذيبية وايمانية لازم تكون عندك قبل ما تدعي عشان ما تبقاش قاعد تتعامل مع ربنا كده بالوحدة لو انا طلبت ما تدنيش خلاص مش هطلب تاني فخلي عندك هذا الوسع في الدعاء لانه هو هيجلب ليك الخير ايا كان خير انت شايفه او خير انت مش شايفه خير هيظهر لك قدام او مش هيظهر لك قدام وهتعرفه يوم القيامة بس خلي عندك هذا اليقين ان الله سبحانه وتعالى اي حد يعني يرفع ايده ويتكلم معاه كده هو خلاص كسب نوع المكسب ده ايه بقى خلي بقى يعني الوقت والدنيا وكل امور تكشف لك ويوم القيامة يكون جزء من الوقت ده عشان ما تبقاش مدايق الامور على نفسك اتمنى ان يكون الحلقة دي تساعدك ان انت تسترجع تاني وتتذكر تاني قيمة الدعاء وانك تبتدي تحضر القايمة بتاعت الدعوات بتاعتك وتكتهد عليها ويعني استغل اي لقطة اي لحظة اي فرصة تقدر تحرك فيها شفايفك وتدعو الله سبحانه وتعالى ودعو الله سبحانه وتعالى وتستجد طبعا تدعيني معاك اشوفكم دايما على خير وجزيكم الله خير ولو شايفين طبعا الفيديو ده او الحلقة دي كانت نفعة استأذنكم تنشروها وطبعا لو شايفين ان الفيديو دوت او الحلقة دي كان فيها اي حاجة نفعة ممكن تساعد حد استأذنكم طبعا تنشروها وجزيكم الله خير السلام عليكم اشتركوا في القناة